استعرض وزير البترول طارق الملا والكهرباء محمد شاكر تطورات التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية والاستراتيجية الخاصة بالتوسع في استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة في ضوء هذه المتغيرات والاهتمام العالمي المتزايد لاستخدام الطاقة النظيفة وخلال الاجتماع أوضح الوزيراني أن هناك تنصيقا كاملا بين الوزارتين فيما يتعلق بزيادة مكون الطاقة المتجددة كطاقة الشمس والرياح في مزيق الطاقة في ضوء استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة التي تم وضعها حتى عام 2035 والتي تعتمد على عدة محاور من أهمها الاستخدام الأمثل لمصادر الطاقة المتاحة وتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية